وينضم إلينا من القهرة أستاذ إيهاب سعيد مدير قسم البحث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أهلا بك معنا سيد إيهاب كان المفترض اليوم أن ينتبع مستويات على الأقل قريبة من 8000 نقطة على أساس التصريحات التي سمعناها من السيسي لكن يبدو بأنه لم يكن ذلك التفاعل بشكل كبير على الرغم من أن الرسالة مررت لكل المستثمرين التي غابت عنهم بجلسة يوم أمس لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن السوق تفاعل بالفعل من قبل مع الأحداث الجارية ومع قرض السندوق يوم الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي يوم الأربع الماضي شفنا ارتفاع قوي جدا في المؤشر وتجوازنا مستوى 8000 نقطة ووصلنا لـ 8030 وده كان أعلى مستوى سعري نحققه منذ عام تقريبا بالإضافة إلى أعلى قيم تعاملات أيضا من حوالي 3 شهور ووصلنا إلى حوالي مليار 350 مليون جنيه وده يتسبب فيه أن متوسط قيم التعملات الإسبوعية ارتفعت أيضا لأعلى متوسط لها خلال الثلاث شهور اللي فاتوا عن 790 مليون فكل الأثر ده تقريبا تم امتصاصه في اليوم ده انتظارا لما ستسفر عنه بقى المفاوضات مع سندوق الناد والإجراءات اللي ممكن الحكومة تتخذها خلال الأيام القليلة القادمة خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف مبارح حديث الرئيس كان فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالعملة فصروا البعض أن البنك المركزي حيقوم مباشرة بتحرير سعر الصرف في العطاء بتاع النهاردة لكن هو الحقيقة الموضوع مش كده قوي يعني هو المسألة كلها مسألة وقت مش أكتر وده يمكن احنا أكدنا عليه أكتر بالمرة خلال الأسابيع اللي فاتت وقلنا أن الأمر ده حيتم حيتم ما تمش النهاردة حيبقى بكرة حيبقى بعده فهي المسألة واضحة جدا السعر الصرف هو الأزمة الرئيسية مش بس أمام مفاوضات سندوق الناد لكن أمام مناخ الاسمار كله وده واضح على مدار السنتين اللي فاتوا واضح في نتائج عمل الشركات وواضح في كل حاجة يعني وبالتالي الحكومة كده كده هتتخذ إجراء البنك المركزي والحكومة بالتنسيق مع الحكومة بطبيعة الحال مع سعر الصرف للتحرك فيه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وإن كنت أنا أعتقد أنها مش هتاخد فترة كبيرة البعض شايف أن التحرك في سعر الصرف لازم يكون فيه احتياطي نقدي مناسب علشان البنك المركزي يقدر يتحكم في السوق الموازي والأسعار ما تجريش في السوق الموازي بعد ما يتحرك سعر الصرف أنا الحقيقة مش مع هذا المبدأ قوي على اعتبار أن التحرك نحو القيمة العادلة للجنيه ممكن يحصل بعدها مضاربات لكنها هتكون مؤقتة طبيعي جدا زي ما حصل في 2003 لما تحرك سعر الصرف إلى خمسة ونصف حصل مضاربات في السوق الموازية ووصل إلى سبعة وشوية لكن سرعان بعد ما العجلة دارت وبدأت الاستثمارات تدخل وبدأ العوائد تيجي والموارد ترجع للدولة على طول بدأ يتراجع السعر في السوق الموازي إلى مستويات الخمسة وستين خمسة ونصف وظل عليها إلى 2011 لحد ثورة يناير فما أسألت وجود احتياطي من عدمه أعتقد أنها مش هي الأزمة لأن حتى لو كانت تخفيض غرضه أن أنا أوصل السعر اللي في السوق الموازي إلى مستوى معين وبالتالي أعود لدعم العملة مرة تانية يبقى احنا صفر ونرجع نلم أو نبتدي من أول السطر تاني ومش هيكون لها أي أثر لهذا القرار اليوم فتش يمكن استبقت وكالات التصنيف بالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد وقالت أنه سيكون هناك أثر إيجابي على هذه المفاوضات على التصنيف الاعتمالي لمصر من جديد أستاذ إيهاب إلى أي مدى ستعزز هذه التصنيفات الآن وفقا لهذه المفاوضات من قدرة الحكومة على الاستدانة خارجيا على الأقل مع رفع تصنيفها ما فيه شك بالتأكيد طبعا لأنه هي الفكرة ببساطة أن الحكومة بتقدم على إصلاحات ويعني مسألة صندوق النقد من عدمه لأن البعض يعني متوتر قوي من فكرة اللجوء للصندوق باعتبار أنه ممكن يكون فيه اشتراطات قوية أو ما شابه لكن هي الحكومة بالفعل بدأت تتخذ كتير من هذه الإجراءات وكان الكلام ده بدء من العام الماضي سواء فيما يتعلق بخانون الخدمة المدنية ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة بإعادة هيكلة الدعم وحصل خفض على دعم الطاقة ودعم الكهرباء أكتر من مرة وبالتالي الحكومة بالفعل بدأت تتحرك في هذه الملفات فالمسألة مش خطيرة قوي زي ما البعض بيتصور مما لا شك فيه أن التفاوض مع صندوق النقد حيدي نوع من التأكيد على أن الحكومة بتمضي قدما في الإصلاح ومن ثم ده ممكن يعيد الاستثمارات الأجنبية مرة تانية ويغطي الفجوة التمولية اللي هي بحوالي 30 مليار دولار على مدار ثلاث سنين اللي تكلم عليها التقرير سريعا أستاذ إيها بالعوائد على سنادات الخزانة وتفاعلها مع أيضا هذه المفاوضات إلى أين سنرى المستويات على العوائد يعني هي بالأمس سمعنا أن العائد على سنة زون لمدة سنة وصلت للستاشر في المية يمكن النهاردة كان فيه خبر آخر أنها تراجعت على الخمس سنوات والعشر سنوات بس تراجع طفيف حوالي عشرة من مية في المية حاجات بسيطة جدا لكن مما لا شك فيه طبعا الموافقة على قرد السندوق هيشكل ضغط كبير على أسعار الفايدة ومن ثم ممكن كمان يكون نجاح هذا القرد فيه قدرة للمركزي أنه يبتدي بعد كده يخفض أسعار الفايدة بعد ما كانت بتقارب السبعتاشر وثمانتاشر في المية خلال الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة مع تصاعد الأزمة وشكرا جزيلا لك سيد إيهاب سعيد مدير قسم البحوثة بشركة أصول لتدول الأوراق اللامالية كنت معي من القاهرة ترجمة نانسي قنقر